من أجل الحب قد يفعل الإنسان أشياء قد لا يصدقها العقل ولا المنطق وفي بعض من الروايات الرومانسية نقرأ أن بطل الرواية قد ترك مدينته وانتقل إلى مدينة أخرى قاطعاً مسافة كبيرة وشاقة فقط للقاء حبيبته ورؤيتها ولكن يبدو أن الواقع من الممكن أن يكون أكثر مشقة وصعوبة من خيال كتاب تلك الروايات بعد أن قام الطبيب الهندي براديومنا ماها نانديا عام 1977 1977 بالسفر من بلده الأم الهند لملاقات محبوبته التي تعيش في السويد على متن دراجة هوائية مستعملة عبر بها عشرات الدول بين قارتي أسيا وأوروبا محققاً للمقولة المشهورة التي تقول أن الحب يفعل المستحيل وليس له حدود أو يعترف بالمسافات فالحب كلمة عظيمة لأن لديه القدرة في إبقاء العالم على قيد الحياة ولد الدكتور براديومنا ماها نانديا في مقاطعة أنجول بالهند عام 1949 منحدراً من أسرة فقيرة وكان محباً للرسم منذ الصغر فأهلته تلك الهواية للالتحاق بكلية الفنون في نيو ديلهي عام 1971 حيث كان مشهوراً جداً بين الناس من خلال موهبته الفنية ورسم البورتريهات خاصة بعد رسمه رائدة الفضاء السوفيتية فالنتينا تيريشكوفا أثناء زيارتها للهند بعد أربع سنوات وفي عام 1975 قابلته فتاة سويدية اسمها شارلوت فون شيدفين تبلغ من العمر 19 عاماً وتدرس بمدينة لندن فألمملكة المتحدة وطلبت منه أن يرسم بورتريه لها وأثناء رسمه وقع في حب شارلوت التي بادلته نفس المشاعر لطيبته وبساطته حيث يقول إنه عندما ظهرت أمامه شعر كما لو لم يكن لديه أي وزن وأن الكلمات ليست دقيقة بما يكفي للتعبير عن مثل هذا الشعور حيث كانت عينيها زرقاء وجميلة وشعر وكأنها لا تنظر إليه بل كانت تنظر بداخله مثل آلة الأشعة السينية لدرجة أن يديه ارتعشت ولم يتمكن من رسمها فالمرة الأولى لذلك طلب من شارلوت العودة في يوم آخر حيث رسم لها ثلاث بورتريهات في ثلاثة أيام وبعد قصة حب بينهما في الهند تم زواجهما وأمضى الزوجان ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع معاً ثم عادت شارلوت إلى السويد حيث كان عليها أن تكمل دراستها والتي لم تنسيها حبها حيث استمروا في تبادل الرسائل إلى أن تلقى طلباً من شارلوت للقدوم لزيارتها بالسويد إلا أنه لم يكن معه المال الكافي لشراء التذكرة فقرر القيام بأغرب شيء لزيارتها بعد أن قام ببيع ممتلكاته وشراء دراجة مستعملة ليسافر بها إلى السويد وبمستلزمات قليلة للغاية وكان المحرك الرئيسي لتلك الرحلة هو الحب وليس شيء آخر وبدأ براديومنا ماهانانديا رحلته من نيودلهي وعبر أفغانستان وإيران وتركيا وبلغاريا ويوغوسلافيا وألمانيا والنمسا والدانمارك بدون أي معرفة جغرافية مسبقة حيث كان يتحرك فقط باتجاه الغرب حيث تغرب الشمس وطوال هذه الرحلة لم يكن متأكداً مما إذا كان سيصل إلى مبتغاه أم لا حيث كان يقول لنفسه سأفعل ذلك أو سأموت وإذا ميت سنتقابل أنا وهي في الحياة القادمة وكان يقطع بدراجته سبعون كيلو متراً يومياً ويمر عليه أيام بدون طعام وماء وينام فالعراء ولحسن حظه كان يتلقى المساعدة أحياناً من بعض الأشخاص الذين يقدمون له الطعام والشراب ويرسم بعضهم مقابل مبلغ من المال ورغم التجربة الفريدة التي عاشها مع هؤلاء الأشخاص ألا أنها لم تنسيه أبداً كتابة رسائل لمحبوبته لإبلاغها بمدى تقدم رحلته ووصل أخيراً إلى السويد ودهش ضباط الهجرة برؤيتهم شاب يركب دراجة وبدأوا في إعطائه نظرات متشككة إلا أنه كان عليه أن يشرح الغرض من الوصول وتقديم دليل على زواجه من الفتاة السويدية حتى قابلها هي وعائلتها الذين باركوا تلك الزيجة بعد صعوبات في البداية بكل تأكيد لمحاولة إثارة إعجابهم وحتى اللحظة لا يزالان متزوجين ويعيشون فاسعادة ومعهم أبناؤهم وهم كارل وإيميلي وهو مستمر في عمله كرسام إذا كنت قد وصلت إلى هنا فلا تنسى أن تضغط لايك وتدعمني بمتابعة القناة للاستمرار في نشر القصص والسلام عليكم